نروح له الخماسي الحديث. الخماسي الحديث بيستعد لبطولة العالم اللي هتقام في الفترة من 24 الشهر ده لغاية 31 هتتلاعب فيه سكندرية. طيب كم لعب او لعبة هيشاركوا من عندنا من المنتخب مصر؟ 11 لعب ولعبة. 6 لعبين و 5 لعبات. مين هم؟ إسلام حامد، أحمد حامد، أحمد الجندي، مهنة شعبان، محمد الجندي، معتاز زوائل، وهيدي عادل وسلم عبد المقصود وأميرة أنديل الملك إسماعيل زينة عامر. طبعا شهدت البطولة عودة أحمد الجندي، نجمينا الكبير، اللي في المنتصف طبعا ويلابس التشيرته الأسود المعروف أو الجيرس الأسود المعروف عنه. طبعا عودته دي حاجة تسعدنا البطل اللومبي. البطولة هيشارك فيها 43 دولة. وهم الأرجنتين، البرازين، بلغاريا، بركينة فاسو، كندا، تشيلي، الصين، تايوان، كولومبيا، تشيك، الإكوادور، إستونيا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، جواتي مالا، المجر، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، كزاخستان، كوريا، لاتفيا، لتوانيا، مالي، مكسيك، ملدوفا، بيرو، بولندا، أسبانيا، السويت، سويسرا، تركيا، أكرانيا، أمريكا، إسباكستان، فنزولا، كرواتيا، الدنمارك، البرتغال، س بالإضافة لمصر البلد المضيف. خلي بالكم كل الدول دي. وإحنا بنتطلع بأخدين مداليا. يعني دايماً إحنا في البطولات العالمية اللي فات. والأولمبيات واخدين مداليا. إذن خماس الحديث برضو من الاتحادات اللي قلت لحضراتكم عليها. من الاتحادات اللي عاملة شغل كويس. أنت عندك ست سبع اتحادات عاملين شغل كويس. نتمنى أن ده يبقى عدوى النجاح تنتشر بين الاتحادات. دايماً إحنا عندك كل الإمكانيات. يعني بطولات عالمية بتستضيف على الأرض مصر. يعني زي ما بتقول بس فكر وإنوي. وهتلاقي دعم كبير جداً بالدولة المصرية. متمثلة طبعاً في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. لقينا طبعاً معالي ودولة رئيس الوزراء موجود في ختام بطولة أفريقيا. يعني دعم بالدولة كبير جداً جداً. شفنا تهنئة سيادة الرئيس لمنتخب مصر الكرة اليد. يعني بس انت أعمل اشتغل ووضح شغلك. اطلب الدعم هتلاقي الدعم من الدولة المصرية. منشآت اعداد بوجت ميزانيات تده تتحطي المنتخبات. ولكن انت صاحب الشغلانة انت اللي عايز.